طلق وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا من نظيره الياباني تاكيشي ايوايا وخلال الاتصال أشهد عبد العاطي بتميز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لعام 2023 منوها إلى التقدير البالغ الذي تكنه مصر لمساهمة اليابان في العديد من المشروعات التنموية وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير كما أشار وزير الخارجية إلى تطلع مصر لاستمرار تدفق الاستثمارات اليابانية إليها واستفادت القطاع الخاص الياباني من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يظهر بها السوق المصري وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للتوصل لاتفاقا لوقف اطلاق النار في غزة واطلاق سراح الأسرة والمهتجزين ووقف نزيف الدم والمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني على مدار العام الماضي مشددا على موقف مصر الرافض لسياسات التصعيد التي تنتهجها إسرائيل وكذلك تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة كما شدد على رفض مصر القاطع للعدوان الإسرائيلية على لبنان محذرا من تداعيات التصعيد على استمرار توسيع رقعة الصراع بالمنطقة